لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اخواني الكرام بالمختصر في ريض حتى لا اتين ان الدبلوماسية الجزائرية مريضة تحتاج اولا الى تطهير السفارات من هذه الخفافيش التي اضرت بصمعة الدولة الجزائرية تحتاج الى الدولة الجزائرية ان تراجع الكثير من مواقفها من كثير من القضايا من القضايا وفق ما يختم مصالحها لا نقول هناك قضايا مبدئية لا يمكن ان تعلن فيها اي موقف او تراجع مثل دعمك القضية فلسطين قضية فلسطينئية من قضية ثابتة قضية صحر الغربية في دبلوماسية الجزائر قضية ثابتة ولكن ايضا هناك نوع من السياسة التي يجب ان تنتهج لكسب الانصار وكسب المواقف فالدول لا تعلق على مواقف بعضها البعض الا اذا كان يتعلق دولة اعلنت موقف ضده الدول حرة في مواقفها رجل الدولة عندما يتكلم ليس مثل اعلامي ولا وناشط في الفيسبوك ولا ناشط في اليوتوب ولا ناشط في منظمات ولا ماذا مش كيف كيف رجل الدولة يحسب الف حساب الى تصريحاته وخاصة لما يكون هذا رجل الدول رئيس الجمهورية لذلك يجب ان يكون ذكي في تمرير رسائله وهذا الذكاء وهذا الامر يأتيه لما يكون لديه مستشارين من التراث الرفيه اذا اخواني الكرام ان الوضع في الوضع الدبلوماسي سيء المعلومات التي وصلتني ان الجيش الجزائري وهذا حقيقة ان الجيش الجزائري في حالة استنفار في استنفار قسوة على غرب الجزائري ترى هل عنده معطيات انه ممكن تتطور الحرب وتصبح حرب ثلاثية ليست بين الصحراء الغربية فقط والمغرب بل انه ربما هذا المثلث الحرب الجزائر المغرب الصحراء الغربية اعتقد بان هذا كلها محتمل وقائب خاصة ان المغرب في خطاب دائما يرى بان العدو هي الجزائر ولا مشكلة لديه في قضية الصحراء الغربية رغم انه قابل باتفاق وقف اطلاق النار ومن بنوده انه استزراء استفتاد شعبي في الصحراء الغربية ولكن للأسف الامور انقلبت يا جماعة لا تكفي ان القضية تكون عادلة حتى تنتصر نحن في زمن المصالح والمصالح المضادة نحن في زمن ان الدول تنطح بعضها بعضا وترفس بعضها بعضا من اجل مصالحها ما بعد كورونا سيكون اشرس مما قبله لذلك لا يكفي ان تكون اني ادعم قضية عادلة وانا من ملأ جفوني وانتظر السماء تنطر علي بالحلول لا ابدا القضية العادلة تحتاج الى جهود عادلة وقمة العادلة في الدفاع عن القضية ان تعد ولو رباط الخيل رباط الخيل في هذا الزمن وسائل اعلام قوية دبلوماسية قوية لوبهات في الدول وهذه اللوبهات تصنحها عبر ماذا؟ تصنحها بالمال تصنحها بشبكات شبكات سياسية وشبكات مختلفة لاحظوا بعض الدول تعمل قناة فضائية تجيبلك اعلاميين من كل الدول وتساعدهم وتدعمهم حتى تصير ارحي ساباتهم في فيسبوك وتويتر هي الاقوى وبعد ذلك تستعملهم في الدفاع عن سياساتها عندما يتعلق الامر بقضية تكون فيها الجزائر طرف يطلع لك اعلاميين جزائريين يتحدثون بما يخدم هذه الدولة وربما بما يفسد على الجزائر حساباتها واذا كانوا من دول اخرى وهكذا احنا ما عندنا هذا ما عندنا هذا يعني الواقع الواقع بائس بائس خلي اجي بعض الواقع لما نتكلمه هكذا ونكتبه بوست منشور فيه نقد ذاتي لا انت خائن وعميل وكذا وكذا واش نطبله ونزمره فقط يكفي الذباب الالكتروني كما يسموه فيه او يطبله ويزمر يكفي هذا الدول والقضايا لا تنتصر بذباب الالكتروني في مواقع التواصل القضايا تنتصر عندما الدول الدولة تنجح في فرض سياستها ومواقفها على دول اخرى تخلي دول اخرى تساندها اين الدول الافريقية التي تعترف الصحراء الغربية ما هي مواقفها الجامعة العربية ما هي مواقفها هين هذه الدول ما هي مواقفها مما يحدث انت تعترف بان الصحراء الغربية دولة ومستقلة دولة محتلة وكذا 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 وتفتح لها صفارة وعندما يقع هذا الشيء تلتزم الصمت اين الدول الافريقية التي مسحت الجزائر ديونها مبالغ طائلة لو خصصت في صناعة لوبيهات لصانا للجزائر لوبي في امريكا ولوبي في فرنسا ولوبي في بريطانيا ولوبي في الدول الخليج وغير وغير وانهي تعطي الاموال بعد ذلك هذه كلها ما جنته عصابة بوتفليقة على الجزائر الان انا احنا امام تحدي تحدي كورونا تحدي الحروب هذه على الحدود عود في ليبيا في منطقة السحل والصحراء في الصحراء الغربية قد تجر الجزائر الى حرب لنتمناها وننصح ونتمنى من الجزائريين والمغاربة ان لا ينجروا الى مواجهة ان لا ينجروا الى مواجهة لانه لا يوجد منتصر في هذه القدر سيخسر الجميع واؤكد لكم اذا اخواني الكرام بالمختصر المفيد ان الدبلوماسية مريضة واعلامنا مريض وجيشنا قوي ولكن يحتاج الى الدبلوماسية ويحتاج الى يحتاج الى الاعلام ويحتاج الى قوة شعبية القوة الشعبية هلهلة فيها اللي غارقة في ظروفها شفنا استفتاء تعديل الدستور كم من الجزائر عزفوا منه عارضوه اقلية الاقليات راح تنتخب في استفتاء دعمه الجيش من المفروض هنا الجيش يراجع نفسه كثيرا لا يتحمل المسئولية الجيش لن احمل الجيش المسئولية انا احمل طبق السياسية اتحمل رئاسة الجمهورية وحمل هؤلاء المسئولية ولكن عندما يظهر الجيش الى دعمه الى مصار معين الجيش في اي بلد عندما يدعم مصاره الاستفتاء تكون مشاركة فيها اغلبية ساحقة لانه الجيش هو قوة الدولة ولكن عندما الجيش يدعم مصار ويطلع له يطلع له نسبة قليلة من الاسفتاء معناها انه الوضع مش معناها انه الجيش في خلل او انه الشعب يكره الجيش لا لن اخذها بهذا المعيار الوضع في البلاد سيئ للغاية علاقة السلطة بالمواطن سيئة للغاية والجيش دائما يحسب على السلطة لذلك لا يوجد من اساء او يسيء الى صورة الجيش مثل هذه الامور لذلك تحتاج الى الكثير من المراجعات الكثير من المراجعات دعونا من الغرور دعونا من الفانتازيا الفارغة دعونا من العنطريات التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا التحديات كبيرة والانتصار يجب ان يكون في الواقع وليس انتصار عبر كما يقولوا زواوش الفيسبوك وتويتر ويوتوب تكون انتصار تحققت انتصار الانتصار حقيقي في الواقع وليس في المواقع والواقع يحتاج الى كثير من الامور نتمنى ان تتحقق هذا ما اردت ان اقوله في هذه المداخلة خلا حول واقع الديبلوماسية الجزائرية البائس جدا والذي يحتاج الى ثورة تخيير حقيقية على الدولة ان تنتبه اليها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله